قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إصره عليه نعم من جمع مالا حراما من أي طريق كان من ربا من رشوة من غش من تدليس من سرقة من غصب من انتهاب من أي نوع كان هذا المال حتى لو كان من تقصير في عمل أو وظيفة هذا والعياذ بالله مال محرم ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر لأن الله جل وعلا طيب ما يقبل إلا الطيب جاء في الحديث الصحيح إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها رسل كل من الطيبات وعملوا صالح وقال يا أيها الذين آمنوا كل من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر رجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنه يستجاب له ولذلك المتصدق بهذا المال المحرم ليس له الأجر وعليه الوزر والعقاب وقد جاء في حديث لا يحضرني الآن درجة إسناده أن هذا المال المحرم الذي تصدق به يكون وقودا له في النار نسأل الله السلام والعافي فالذي يجمع المال الحرام ثم يتصدق به لا أجر له لا أجر له وإنما الواجب عليه أن يتخلص منه بغير نية الصدق وأيضا عليه إصره يعني الذنب والعقوب عليه لأنه أخذ اكتسب هذا المال من حرام نسأل الله أن يعافينا وإياكم نعم